انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بابنائه الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني وحرصا منه على تحقيق المكتسبات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات بما ينعكس بشكل ايجابي على نتائجهم ومستوى اداهم بالاختبارات وبناء على ما عرضه ولي العهد فقد اصدر الملك امره بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات لتكون بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء الاول من الشهر التاسع وبداية اجازة الطلاب والطالبات لرياض الاطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية يوم الخميس العاشر من الشهر التاسع وتكون بداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الاحد السادس من الشهر التاسع وبداية إجازة الطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الخميس السابع عشر من الشهر التاسع وتحدد مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد الاختبارات على أن تكون نهاية جميع الاختبارات قبل بداية إجازة عيد الفطر المبارك اشتركوا في القناة